ترجمة نانسي قنقر من رمضان نكمل رمضان كله على خير ويكون أكتر هدوء وأكتر استقرار النهار ده 16 سبعة وحنكون معيكم على مدار ساعتين من 10 ل 12 وفقرات كتيرة جدا متنوعة هنبدأها كالعيدة بفقرة الصحافة وقراءة الأهم عنوين الصحف اليومية وحيكون معينا فيها كاتب الصحفي أستاذ أكرم ألفي كمان هيكون عندنا فقرة خاصة طبعا عن كل الأحداث الجارية في سينة سواء من عمليات إرهابية أو من تمشيت لجبال سينة اللي بيقوم بيها الكوات المسالحة المصرية وحيكون معينا فيها أستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم فقرة خاصة عن سلسلة من الكتب الساخرة بتتكلم عن ثورة يناير ثم الفترة الانتقالية ما بعد ثورة يناير ثم بداية حكم الرئيس المعزول هنكلم فيها مع الكاتبة أستاذ ريهام مجدي وآخر كتاب لها اسمه شعب آخر 25 حاجة فيه كمان بيان من المجموعة اللي كانت بتطالب بدءا من ثورة 25 يناير بعدم تعرض المدنيين للمحاكمات العسكرية كمان اليومين دول هي بتأكد على مطالبها وحيكون فيها أستاذة سارة الشريف عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين آخر فقرة معينا النهاردة ستكون فقرة فنية وحنتكلم فيها عن كل أعمال رمضانية اللي بتعرض في شهر رمضان ونقد يعني صريح لكل الفنانين وكل أعمالهم وفيها أستاذ عيدل عبدالله النقد الفني ونائب رئيس تحرير جريدة عين هنبدأ معيكو بعد الفاصل وفقرة الصحافة استنونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة